سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم مثل الدلفين لديها لغتها الخاصة أيضا اليوم سوف نشاهد معكم بعض المواقف التي أثبتت فيها الحيوانات أنها ذكية وأن لديها مشاعر أيضا كل من يملك حيوانات أليفة في المنزل ليعرفوا جيدا أنها قد تسبب الإزعاج في بعض المواقف على سبيل المثال أثناء التنظيف أو عندما تبدأ القطة بالقفز على السرير أثناء محاولة تغيير الأفرشة لكن هذا الجروة الصغير يحاول تقديم بعض المساعدة في تنظيف المنزل هل واضح أنه يشعر بالسعادة لقيامه بذلك؟ أصبح فرز القمامة اليوم إجراءا مهما في الكثير من الدول وذلك لفصل المخلفات العضوية عن غيرها لكن التخلص من عادات البشر السيئة أمر صعب ولذلك في بعض الأحيان لا يحترم الناس التوصيات ويرمون مخلفاتهم بشكل عشوائي معتقدين أن ذلك لن يسبب الكثير من الضرر وعلى ما يبدو فإن الحيوانات فهمت المسألة بشكل أفضل ذلك ما يثبته لنا هذا الغراب الذي يحاول وبإصرار وضع القارورة البلاستيكية في المكان المخصص للمخلفات القابلة لإعادة التدوير حتى وإن لم يكن لديك شغف بكرة القدم فلابد أنك تعرف جيدا أن الأهداف التي يتم تسجيلها بالرأس مميزة دائما اللاعبون الذين يتقنون هذه المهارة دائما ما يسببون فرحة عارمة للجماهير بالمناسبة أحد أمهر اللاعبين في التسجيل بالرأس هو اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومع ذلك ليس اللاعبون المحترفون فقط من يتقنون القيام بذلك هذا الكلب يتقن لعب الكرة برأسه بمهارة عالية لا نعرف إذا كان المالك قد دربه لساعات طويلة على ذلك أم أنها مجرد موهبة لكن ما يفعله رائع جدا يعرف الجميع أن الكلاب تحب إحضار الأحذية لأصحابها لكن ما يفعله هذا القط مختلف تماما يحب هذا القط التجول في المنزل وهو يرتدي حذاء صاحبه صحح أن الحذاء كبير قليلا لكنه يحب ذلك من الصعب أن يعتد الإنسان على الأكل الصحي تقول العديد من الدراسات إنه من المستحيل تقريبا أن يحب الأطفال أكل الخضر رغم فوائدها الكثيرة وذلك بسبب ذوقها خاصة البروكلي لكن ليس الأطفال فقط من يكرهون الخضر هذا المقطع يؤكد نظريتين مهمتين أولا الحيوانات تتصرف مثل الأطفال أحيانا وثانيا البروكلي ليس لذيذا عن الإطلاق إن الأمر بهذا القط أعلى الخزانة بالقرب من سقف الغرفة لكن ما قام به غريب استلقى القط على ظهره وحاول السير على السقف تماما كما يفعل الرجل العنكبوت ربما كان المالك يشاهد فيلم سبايدر مان في ذلك الوقت وتأثر القط بذلك قوانين الطبيعة واضحة الحيوانات الألفة لا تهاجم الحيوانات المفترسة والحيوانات الصغيرة تتجنب الصراع مع الكبيرة والحيوانات الضعيفة تتجنب القوية لكن بالطبع يوجد استثناء لكل قاعدة حسب قواعد الغابة فإن الدب ينبغي عليه أن يطارد هذا القط وليس العكس لكن ما حدثه هو العكس خاف الدب بشدة من القط مما دفعه لتسلق الشجرة للهرب سبق وأن قلنا بأن الحيوانات تتصرف مثل الأطفال يمكنك أن تشتري لهم الكثير من الألعاب باهظة الثمن لكنهم في النهاية سيلعبون بأشياء أخرى مثل هذا القط الذي يبدو سعيدا جدا وهو يتدحرج داخل إطار عجلة السيارة نحن على يقين أن الألعاب التي يقتنيها الناس لحيواناتهم لن تهمه على الإطلاق عبر العالم أبحاث كثيرة وإحصائية عديدة وإذا بحثتم قليلا ستجدون في محركات البحث الكثير من الإحصائيات غير المفيدة على سبيل المثال 20% من الأمريكيين يخلطون حبوب الفطور بعصير البرتقال بدل الحليب و70% منهم يجدون بشكل دوري بقايا الطعام على سريرهم بطريقة أو بأخرى فإن هذه الإحصائيات لا فائدة منها هناك إحصائية أخرى ما بين 65% إلى 81% من إجمالي سكان العالم يجدون تحويل لسانهم إلى شكل مخروطي والنساء يفعلن ذلك أكثر من الرجال إن الواضح أن من سجل هذا المقطع يدرك أن بعض القطط يمكنها فعل ذلك أيضا نحن متأكدون أيضا أنكم تحاولون فعل ذلك الآن الشائع عموما هو أن القطط تخاف من الماء أما الكلاب فهي مهرة في السباحة لكن ذلك لا ينطبق على كافة الكلاب والقطط القطط من سلالة أبي الهول تعشق الماء وفي الوقت نفسه بعض الكلاب تخاف من الماء بشدة مثل هذا الكلب الذي يحاول التقاط الكرة من الشاطئ المد والجزر يمنعه من ذلك فكلما اقترب من الكرة أخافته المياه هل تحبون الرقص؟ لستم وحدكم من يحب ذلك هذه القضاعة تحب الرقص أيضا لابد أنها شاهدت العديد من الرقصين من قبل لكن ذلك لديه تفسير علمي إرى العلماء أن هذه الحيوانات تقوم بذلك لتسهيل عمليات الهضم والشعور بالراحة بعد الأكل هل ما زلتم تعتقدون أنه لا يوجد شيء مشترك بين الحيوانات والأطفال؟ إليكم هذا المقطع هذا الجرو الصغير يحاول التزحلق على الثلج لكن الواضح أن مالكه لم يعلمه الطريقة الصحيحة لفعل ذلك إنه مضحك جدا أي شخص لديه حديقة أو مزرعة يعرف جيدا أن اقتلاع الأشجر من جذوره عملية صعبة لكن الأمور ستصبح أسهل إذا كان لديكم مساعد جيد مثل هذا الكلب لابد أنه يستطيع اقتلاع الأعشاب الضارة أيضا هذا الرجل علم ببغاءه طريقة فتح زجاجات المشروبات الغازية هذه الميزة رائعة حقا خاصة إذا كان يجلس في حديقته ونسي أداة فتح زجاجات في المنزل ما زال عليه أن يعلمه أخذ الأغطية ورميها في القمامة إذا كنتم قد جربتم بساط القفز من قبل فستفهمون سبب سعادة هذا الكلب الشعور بنعدام الوزن شعور رائع نحن متأكدون أنكم لم تشاهدوا حيوانا تبدو عليه ملامح الفرحة مثل هذا الكلب من قبل كل سائق يعرف أنه إذا عثر على لفتة مرور مكسورة أو غير واضحة فعليه الاتصال بالجهات المختصة لإصلاحها ذلك سيجنب وقوع الكثير من الحوادث في المستقبل لكن للأسف لا يشعر بعض السائقين بالمسؤولية وفي بعض الأحيان تكون الحيوانات أكثر تقمع الأشغال إلى مكانه أثناء مروره بجانب الطريق كان البشر السابقا ينظمون المعارك بين الديكة من أجل المتعة اليوم ذلك ممنوع بسبب الضرر الكبير الذي يمكن أن يلحق بالحيوانات بسبب تلك المعارك الوضع أن هذا الكلب أيضا يعارض الفكرة فهو يحاول جاهدا إيقاف هذه المعركة حتى أفضل السيارات في العالم قد تعلق أحيانا في الرمال أو الثلوج في مثل هذه الحالات من الأفضل استدعاء شاحنة سحب أو محاولة دفع السيارة ومع ذلك قد لا تكون هذه الحلول ممكنة لكن الجميل أنه في بعض الحالات قد تحصل على مساعدة غير متوقعة أيضا مثل ما يقوم به هذا الكلب في محاولة لمساعدة السائق هذا المقطع هو الأغرب حاول هذا الشاب الياباني تسجيل فيديو لإظهار طريقة تقليم أنياب الهامستر باستخدام مقص الأظافر هذا الأمر ليس مؤلما لأن أنيابه لا تحمل أي نهايات عصبية كما أن هذا الإجراء ضروري كون الأنياب الطويلة تنكسر بسهولة ويمكن أن تجرح الفم من الداخل أيضا لكن بمجرد أن بدأ الشاب بتنفيذ خطته حدثت المفاجأة اتضح أن الهامستر كان يخبئ الكثير من المكصرات في خديه تبدى من أنه يحتط للأيام السوداء إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والإشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر